عقد كليم الله العزم على بلوغ مجمع البحرين بعدما أوحى إليه رب العالمين أن هناك عبدا من عبادي هو أعلم منك الحديث هنا عن الخضر عليه السلام الذي آتاه الله علما لم يؤته نبيه موسى علم القدر أي تفسير ما وراء الأحداث تبدأ أحداث القصة على ساحل البحر حين مرت بالاثنين سفينة فكلموا أصحابها أن يحملوهما معهم لكن الخضر ما إن صعد إلى سطحها حتى ثقبها موسى خالف وعده وغلبه فضوله فطفق يلوم الخضر على صنيعه قوم قد حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فلما ذكره الخضر بالوعد الذي قطعه قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عشراء نزل من السفينة ولما كان يسيران أبصر الخضر غلاما يلعب فقتله رع موسى ما رأى فخالف مجددا وعده اعتذر كليم الله وتواصلت الرحلة حتى بلغ قرية عرف سكانها بالبخل ورفضوا إطعام الغريبين لكن الخضر رغم ذلك حين وجد فيها جدارا يكاد ينهار أصلحه فلما عاتبه موسى للمرة الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا هنا تتجلى الحكمة في أقدار الله أما السفينة فخرقها للتخلص من ظلم ملك كان يأخذ كل سفينة صالحة من أصحابها ظلما وجورا وأما الغلام فقتله لأنه كان جاحدا وأبواه مؤمنين سيرهقهما طغيانا وكفرا وأما الجدار فكان تحته كنز ليتيمين أرسل الله لهما من يحفظه حتى يشتد عودهما ترجمة نانسي قنقر